اهلا بكم مشاهدين الى نشرة الاخبار من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوين التهاب القصابات الهوائية لدى الرضع يطال اكثر من سبعين منهم في المستشفى الاطفال بالعاصمة والاطباء يقدمون اساليب الوقاية من هذا المرض تواصل الاكتداب في القصد الثالث من القرض الرقاعي لتمويل خازينة الدولة واقبال المواطنين على المشاركة في هذه البادرة مع عودة انتشار فيروس كورونا في اوروبا منظمة الصحة العالمية تحذر من ان تصبح هذه القرى بؤرة مع خشية مزيد تفشي هذه الجائحة في العالم اذا نبدأ بالشأن الصحي والصورة تأتينا من مستشفى الاطفال باشير حمزة ببسعدون بالعاصمة الذي يعرف حركية استثنائية هذه الايام بسبب ارتفاع الاصابات بالتهاب القصابات الهوائية التي تستهدف الرضع في المقابل ينصح الاطباء الاولياء بضرورة التزام الحذر خاصة في الفترة المقبلة التي تتزامن مع برودة التقصة هي صورة من قسم الاستعجال بمستشفى الاطفال البشير حمزة ببسعدون حركية تزامنت مع ارتفاع تسجيل حالات التهاب القصيبات الهوائية لترضع نزلة انتشرت قبل موعدها بشهرين هذه السنة هذه البرونكوليت هي معناها فما التهاب القصيبات الهوائية سدين خشم والخشم يجري مش يعطي سخانة هنا جميعتي سخانة هنا جميعتي تركاحة هنا جميعتي ذي قنفس الدولي لازم يكونوا تدريجين البرونكوليت عمناول والولد عمناول جان عدد قليل الكوفيد غطى على الفيروسات الاخرين الكوفيد والحاجات الصحية اللي عملنهم الماسك خاصة اللي دين خاصية متع السنة هي اللي البونكوليت جيت في وقت أقبل العادة أقبل العادة لربما خطر لعبات تفرهدوا بالكوفيد اللي يظنوها مشيت والله أنا جبتها جبت بنتي وقت البرح الهني السبتال متقلقة عندها مرضة عندها مخذة هواء وينصح الأطباء الأولياء باتباع النصائح التالية لتجنب إصابة أبنائهم يأخذوا الاحتياطات الصحية اللي اخذناها في الكوفيد ليس لازم مش نهنيوه ولا لازم نطلو عليه ولا لازم نبوسوه ماذا بنا نخليوها راية؟ ماذا بنا إذا عنا علامات وأولية ندويهم؟ وإذا الصغير تعدى الحالة مخطرة لازم نجيه للمستشفى ارتفاع عدد الإصابات بالتهاب القصيبات الهوائية لا ترضع أدى إلى بلوغ قسم الإنعاش بمستشفى الأطفال طاقة استيعابه القصوى حسب المديرة العامة للمستشفى التي أكدت أيضا أن تسجيل 71 حالة بالتهاب القصيبات الهوائية لم يكن في يوم واحد حسب ما يتم تداوله بل طيلة شهر كامل لم نجموش ناخده 70 صغير دفعة واحدة هما 71 رقدوا من 1 أكتوبر حتى 31 أكتوبر مدة شهر فقط وصلنا 100% في قسم الإنعاش الأقسام الأخرى فيها اكتذاذ لكن ما زالت الاستيعاب ما زالنا نقبله في المرضى وعمرنا ما رفضنا مرضى حتى لو كان نفوتوا 100% نقعدوا ديما نقبله الصغيرات حتى في صورة ما يتعبوا أقسام الطب الأطفال باش نرقوا حولو الأخرى ويؤكد الأطباء على ضرورة التزام الحذري من قبل الأولياء خاصة في الفترة القادمة مع برودة الطقس يتواصل الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي لتمويل خازنة الدولة شهدت مقارات العديد من المستطاب بالبورصة إقبالا لعدد من المواطنين الذين شاركوا في عملية الاكتتاب ولأن اختلفت قيمة المساهمات لأن الهدف مشترك وهو المشاركة في هذا الواجب الوطني وإنقاذ البلاد من أزمة مالية قد تتعمق نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها تونس ولمساعدتها على تعبئة مواردها المالية ساهم عدد من التونسيين في توفير ما تيسر من متطلبات القرض الرقاعي لخزينة الدولة وذلك بمشاركتهم في الاكتتاب الوطني عن طريق وسط بالبورصة شاركت في صنف ايه في الاكتتاب الوطني بمبلغ بسيط اللي هو الفين دينار بش مااني كيما واجب كل مواطن بش يشارك يعاون الدولة متاعه بلي يقدر عليه جيت ساعة بش ننبي واجب وطني يسكن نحن تواعيشين يعني صعوبات مالية والدولة تستحق للشعب والشباب اللي قاعدين يخدموا جيت للبسيط للبورصة وكتبت في الصنف اللي خاص بالاشخاص الطبيعيين وكتبت لمبلغ ألف دينار احنا كشركة تأمين اعتبرنا كونه المساهمة في القرض الرقاعي هو واجب وطني اضافة إلى ذلك كونه احنا عنا في مجلة التأمين الزامية المشاركة بالنسبة معينة في مثل هذه الإصدارات شاركنا للمرة الثالثة هي عملية ادخال متوسط المدى بإمكان أيضا التونسيين بالخارج المشاركة فيها للانتفاع بنسبة الفائدة الموظفة على جميع أصناف هذا القرض الرقاعي ولتعزيز الموارد المالية للدولة رأوا بالنسبة للمواطنين بالخارج العملية هذه جد مربحة لأنه هما يعرفوا نقولوا نحنا فلوسه في الخارج خاصة في البلدان الأوروبية نعرفوا العوائد الأورو عوائد سلبية معناها سلبية أو 0% يعني هو يحولها يحاون بلاده لكن أيضا يوظف فلوسه ويجيب ويجيب عوائد هامة ويعمل عدد من المتدخلين في الشأن المالي في الدولة على إنجاح هذا القصد من عملية الاكتتابة على غرار ما تم العمل به في القصدين السابقين نحن نمجه الحرفة للاكتتاب في القرض الرقاعي عن اقتناع على خطر المردود الربحي وفي ظروف محترمة بالنسبة للي فم معناتها في السوق وزيد خطر نعتبروه زيد واجب وطني للمساهمة في تعبيات موارد المبلغ المتوقع تعبيته في القصد الثالث هو في حدود أربعمية مليون دينار الأربعمية بقدرة ربي بيش معناها يتم تعبياتها بتضافر جميع المدقلين وتعلق الأمال على وعي المواطنين بأهمية هذا النوع من الادخال متوسط المدى ومشاركتهم بكثافة في هذا الواجب الوطني الذي يتواصل إلى حدود الثاني عشر من الشهر الجالية إلى جابس الآن ومرة أخرى تطرح مسألة التلوث الصناعي بشاطئ السلام هذا التلوث المتمثل في الغازات المنبعثة من وحدة تحويل الفوسفات والتي ألحقت أضرارا هامة بزراعته تتواصل معاناة الفلاحين بمنطقة شاطئ السلام بجابس المدينة بسبب التلوث الصناعي موجود وقتحنين بجوه بش نخدمه ونجوه بش نقصده ربي معناه نحن نظفوها زي اليوم يعاود يحرقنا من الغود الحي وفم مضرة كبيرة ياسر ودهشنا المجمع الكيميوي تعجابس يسيب علينا في الغازات السامة معناها تعبنا كي صحية وكيف لحة كي نخلة تحرقت كي رمانة كي وردة كي عمبة كي حوان تعذبنا في ياسر عطلنا فهمت الله والمطلوب معناه منه يعطينا تعويض متاعنا على أقرب وقت أضرار كبيرة لحقت بزراعات هؤلاء الفلاحين في الأيام الأخيرة بسبب الغازات التي تنفتها وحدات تحويل الفوسفات الفلاحون الذين تضرروا من هذه الغازات طالبوا بوضع حد لهذه التجاوزات البيئية والاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقبس المدينة أكد أنه قد تم حصر الأضرار من قبل لجنة جهوية أحدثت للغرض بطبيعة بشي دافع على منظوريه ودافع على فلاحته جئت شكيات من الفلاحة أعلمنا السلطات كونا لجنة من المعتمدية والولاية ومن الفلاحة من دوبية الفلاحية ومن الاتحاد ومجمع وعملنا لجنة دور تحسب الأضرار اللي ضرت بها الفلاحة فأمني وإذن الله حسب ما نشوف المعتمد الأول بالنيابة على الوالي عام المجهودات حتى هو بشي تعويض الفلاحة في أقرب وقت ددنا من الفلاح صفانا مئة وعشرين فلاح ضرير وهذا مضريري مئة في المئة عديدة هي المشاريع التي تم إقرارها منذ سنوات لمعالجة التلوث الهواء بجابس مشاريع تعطلت أشغال ما شرع في إنجازه منها لتتواصل بذلك معاناة أهل الجهة يعرف قطاع تربية الخيول ببنجردان إشكالات على مستوى البنية التحتية وقد أثار تعطل إنجاز مركز الخيول والذي كان مبرمجا منذ ثلاث سنوات أثار استياء مربية الخيول بالجهة الذين طالبوا بالتسريع في إنجاز هذا المشروع في معتمدية بنجردان في السنوات الأخيرة نقلة النوعية يشهدها قطاع تربية الخيول من حيث ارتفاع عداد المربين وحجم الاستثمارات المنجزة وما تحقق من نتائج مختلف السباقات الوطنية دون أن يواكب ذلك تطور البنية الأساسية الملائمة لهذا النشاط من ذلك تعطل إنجاز مركز لسباقات الخيل بمعتمدية بنجردان عندنا مدة نستنى فيهم ميزانية مصبوبة وما فم حتى شيء والمركز هذا كي تعمل اشتر الجنوب الشرقي يحل معناها اشتر القطيع بتاع الخيول في الجنوب الشرقي هو حلم مش فقط أبناء بنجردان هو حلم كل أبناء الجنوب الشرقي معناه ما هو ليس فقط منكذ مدينة بنجردان هو منكذ كل الجنوب الشرقي معناه وبعض مشهور مثل هذا معناه كفيل بتحريك القطاع معناتها القطاع تنبيط الخيول حدودية الاعتمادات المادية المرصودة لإنجاز هذا المركز وعدم قدرتها على إحداثه بالمواصفات المطلوبة الفنية والمعلنة تطلب إحداث استشارات أخرى جديدة لطلب عروض إضافية نقطة استفهام متى يبدأ الانطلاق كل مرة يقولون بداية في الأشغال ورغم أن هذا المركز هو مركز خاص بالجنوب الشرقي حتى جانب ترفيهي جانب رياضي فأيضا تهمنا على أنه يعملوا على الأقل حتى مدرسة لتعليم الصغار الفروسية وكذا هو مشروع حلم للجنوب الشرقي المشروع كان استجابة من الحكومة لتطلعات المواطنين في بنجردين خاصة إثر ملحمة الملحمة المجيدة 7 مارس في بنجردين تم قرار هذا المشروع وتم تخصيص معناها اعتمادات مالية بقيمة مليون دينار نحن مازلنا متمسكين بإنجاز هذا المشروع والآن هناك طلب عروض بسدد الإنجاز وكي نواصل التمسك بهذا المشروع لابد يتحقق إن شاء الله مشاركات وتتويجات وطنية ودولية ومواطن رزق ثابتة وقارة وأخرى متوقعة عوام الإضافية جعلت من مربي الخيول يطالبون بالإسراع في هذا الإنجاز ليكون قاطبة لمربي الخيول بالجنوب التونسية نبقى في مجال الفروسية وفي وجه آخر للخيول انطلقت بمكثر فعالية الدورة الثامنة للمهرجان الوطني للفروسية الذي يهدف إلى تثمين هذا المخزون المتجذرة أصوله في التراث الثقافي للجهة وقد تخللت فعالية المهرجان لقاءات شعرية بين مدينة مكثر والفروسية قصة عشق وفرح تتوارثها الأجيال نفسه في عروض المشاف والمدوري وفي تربية الجياد العربية الأصيلة فعلا فعلا في ظرف استثنائي الصحي وخاصة ظروف المادية عملون مقتقامة الدورة الثمانية نظر للظرف الصحي وجهة كوفيد 19 لتمر بالبلاد السنة بمجهودات ذاتية نجم تقول حبينا نعملوا الدورة هذه لإحياء التراث وتثمين الموقع الأثري كما تشوفوا وشوي متنفس الأهالي بعد الضغط اللي الأثري مقتريس وتابعها جمع غفير من أبناء الجهة وزوارها الدورة الثامنة من هذه التظاهر تهدف إلى تثمين المخزون التراثي بالجهة هذه مهرجين هذه أصلنا وتاريخنا الفروسية متسمية في خط أول على شيرة مكثر هذه مهرجين وهذه لمة عالمية وحلوة برشة وفرصة لكي العباد تنفس فيها وتعرف تاريخها ووصولها وهذه ليست غريبة على مكثر نحن في لثار وعلى امتداد يومين يتنافس فرصان من الجهة أو من عدة جهات ضمن مسابقة عروض المدور التي دأب المهرجان وعلى احتضانها في أخبار العالم قال الرئيس الأغندي يوري موسيفيني إن إجراء الانتخابات في ليبيا هو أحد السبل لتوحيد الليبيين وتجاوز الانقسام السياسي في البلاد وجاءت تصريحات موسيفيني لاثناء اجتماعه مع عبدالله اللفي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الذي يقوم بزيارة رسمية لأغندا وحث الزعيم الأغندي القادة الليبيين على اغتنام الفرصة لكسب دعم أبناء الشعب من جانبه قال اللفي إن إجراء الانتخابات العامة سيكون السبيل الأمثل لحل الصراع مشيرا إلى أن ترابلس تتطلع إلى اكتساب المزيد من الأصدقاء بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين ديسمبر المقبل وسط استمرار جهود الوسطة الدولية لحل الأزمة في السودان أصدر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء كانوا معتقلين يأتي هذا بالتزامن مع اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان الملف السوداني لا زال يرويه مكانه بسبب تداخل عديد الأطراف ذات العلاقة المشتركة أحيانا والمتنافرة أحيانا أخرى مصدر مقرب تحرز تقدما في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة للتوصل إلى حل فيما ذكر مصدر ثان لوكالة الأنباء العالمية ريرتز أن السودان قد يشكل قريبا مجلسا سياديا جديدا من 14 عضوا في خطوة أولى من قبل الجيش لتشكيل مؤسسات انتقالية جديدة وفي أحدث علامة على زيادة الضغط الدولية تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وحثه على العودة إلى النظام الدستورية والعملية الانتقالية وقال مكتب عبد الفتاح البرهان أنه اتفق مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكون في اتصال هاتفيا على الحاجة إلى الإسراء بتشكيل حكومة وجاء في بيان لمكتبه دعوت الطرفين إلى ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة إكمالها يكل الحكومة الانتقالية والإسراء في تشكيل الحكومة القادمة في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن دعت القوات المسلحة السودانية إلى إطلاق صراح جميع الزعام المدنيين وقادة الاحتجاجات المعتقلين منذ استلاء الجيش على الحكم في الخامس والعشرين من أكتبر الماضي ومن بين المعتقلين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الذي يخضع للإقامة الشبرية في منزله بلغسم الخرطوم منذ تسلم عبد الفتاح البرهان السلطة في خطوة عرقلت مسيرة الانتقال إلى حكم مدني ودفع الدول الغربية إلى تجميد المساعدات للسودان إزاء الواترة المتصاعدة لانتقال عدوى فيروس كورونا في أوروبا أبدت منظمة الصحة العالمية قلقا شديد حيالا هذا الظرف الوبائي وحذرت من إمكانية ظهور بؤر جديدة في أوروبا وتوقعت وفاة نصف مليون شخص بالقارة بحلول فيفري القدم بعد أن تراجعت حدة فيروس كورونا بأوروبا تشهد القارة من جديد منذ ستة أسابيع متتالية تسارعا شديدا في انتقال العدوى بالفيروس وضع أطلقت معه منظمة الصحة العالمية صفارات الإنذار لتحذر من أن أوروبا صارت مرة أخرى بؤرة للوباء المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كولغ توقع أن تسجل القارة نصف مليون حالة وفاة بحلول شهر فيفري القادم والسبب في تقديره هو عدم انخراط الأوروبيين بالشكل الكافي في حملات التطعيم فعلى سبيل المثال بلغ معدل التطعيم في فرنسا 68% والنسبة نجيدها متقاربة البلدان ومن بينها بريطانيا التي تشهد معدل إصابات يوميا يبلغ 37 ألف إصابة وقد سجلت 165 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية وبدرجة أقل رصدت ألمانيا نحو 34 ألف إصابة في غضون يوم لكن دقة الوضع الوبائي توصف بالحرجة خاصة في روسيا بأعلانها عن 8162 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي تليها أوكرانيا ورومانيا وكلها دول بها معدلة تطعيم منخفضة للغاية وفي ظل هذه الأوضاع تتساعد المخاوف من تعرض الأنظمة الصحية إلى الضغط مجددا وارتفاع عداد الوفاية والإصابات بالفيروس ذكرت وسائل أعلام إيرانية رسمية اليوم أن إيران أعلنت أن مخزونها من اليورانيوم مخصب بنسبة 60% وصل إلى 25 كيلوغراما حسب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وفي أفريل الماضي قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن تهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60% في منشأة نووية فوق الأرض مؤكدة تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين وذكرت إيران في جوان أنها أنتجت 6.5 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم لتعوذ البعض من خسائرها بعدما رفضت أوبيك وحلفائها دعوة أمريكا لزيادة الإمدادات واتفقت على التماسك بخطة لعودة التدريجي للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة وارتفع خام برانت 82 سنة بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل وزاد الخام الأمريكي 97 سنة أو 1.25% إلى 79.78 دولار للبرميل واتفقت أوبيك بلوس في اجتماع أمس على التمسك بخطة زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر متجاهلة دعوة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار رياضيا الآن أعلن نادي حمام الأنف تعيين المدرب اللحبيب الماجري مدربا جديدا لأكابر فريق كرة القدم خلفا لسامي القفصي المستقيل من منصبه وسبق للماجري أن تولى تدريب نادي حمام الأنف في مناسبات سابقة الرسمي على الفيسبوك انهاء التعاقد مع مدرب أكابر فريق كرة القدم لسعاد الدريدي وسيتولى عماد بن يونس بمعية باقي الإطار الفني مهمة الإشراف على الفريق إلى حين تعيين مدرب جديد وفق نادي السد القطري لكرة القدم على انتقال لمديره الفني الإسباني تشافي هيرنانديز إلى تدريب نادي برشلون خلفا لرونالد كومان المقال وأشار النادي السد في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى موافقة النادي على انهاء التعاقد مع تشافي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده بلغ الروسي دانيال مدفيديف المصنف ثانيا عالميا الدور ربعا نهائي من بطولة باريز لأستاذة التنس إثر فوزه على الأمريكي سيباستيان كوردا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة دانامت سيباري في الدور الربع النهائي من بطولة باريز الفرنسي إيغو غاستون بعد حجبه لسنتين بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا معرض تونس الدولي للكتاب يعود من جديد في دورة التحدي بمشاركة أكثر من مئة وخمسين عارض من تونس وثلاثمائة عارض من دول أجنبية بعد غياب سنتين يتجدد الموعد مع معرض تونس الدولي للكتاب لينعقد في دورته السادس والثلاثين دورة التحدي كما أراد لها القائمون عليها أن تكون تنتظم من الحادي عشر إلى الحادي والعشرين من نوفمبر بقصر المعرض بالكرم وذلك تحت شعار خير جليس في الأنامي كتابه بحضور ثلاثمائة عارض من الدول العربية والأجنبية ومائة وخمسين عارض من تونس هذه الدورة ستكون سوقا لجديد الكتب وقديمها كما ستحتفي بالشعر وتفتح نفذة على كنوز المخطوطات في طريق الحبر الاشتغال بالمخطوطات عبر شراكة مع الشقيقة الموريتانية سيمكن من عقد معرض دائم يومي للمعرضات للمخطوطات وأنشطة موازية لهذا أنشطة حول ما سماه الأخوان الموريتانيين طريق الحبر من شنقية إلى القيروان دور التكريم والاعتراف بثقافة البدو وثقافة البداوة وثقافة الداخل التونسي خلال تخصيص ندوة كبيرة للشعر الشعبي سمناه الشعر الشعبي في الوجدان التونسي وستتزين ورقة معرض الكتاب برنامج ثقافي يروح بين الندوات الفكرية ولقاءات الحوارية لجانب جولة في رحاب الكتاب التونسي المخصص لتقديم الإضدارات الجديدة وبرنامج متنوع من الورشات والمسابقات والعروض التنشطية لفائدة الأطفال واليافعين كما يتضمن موعد مع ضيوف من مجالة الإبداع الفكري والثقافي في برنامج يربط الجسور بين ضيوف المعرض وقرائهم تجربة جديدة تجربتي معا وهي تجربة متاحة للرموز ضيوف المعرض من الروائيين ومن الشعراء ومن النقاد ومن المفكرين كي يتولى كل واحد منهم لإدلاع بتجربتي معنا أريضا برنامج للقراءات اليومية قراءات أدبية يومية تقع في أمسيات المعرض بالتداول بين الشهر والقصة منادوة كبرى سمينها بأقلامهن وهي ستكون مخصصة للإبداع النساء الفكري كذلك سنخص فضاء للتعريف بحدث ثقافي من أبرز إن لم يكن أبرز الأحداث الثقافية التي جدت خلال هذه السنوات وهو تعليف موسوعة للنساء التونسيات الدورة التي تستطيف بين أجرحاتها ممثلين عن عشرين دولة تشمل جناحا لمكافحة تزوير وقرصنة الكتب تزوير وقرصنة الكتب هي أصبحت الآن يعني من العوامل القاتلة للكتاب عملنا شراكة مع مؤسسة حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة ومش يكون تم جناح ثابت فيه خبراء محلفين لأتصدي ولمعاينة ولرقابة هذه النوعية من الكتب الغير مرغوب فيها في تونس في المعرض وفي تونس الدورة رصدت سبع جوائز لتثمين الإبداع الروائي والإبداع القصصي والإبداع الشهري والبحث ودراسات والترجمة من العربية وإليها والكتبة للطفل ولافعين إلى جانب جائزة الناشرة التي تسند لأفضل دار نشر متنافسة عليها بهذا نصل مشاهدين إلى ختم النشرة ونذكركم بالعنوين التهاب القصبات الهوائية لدى الرضع يطال أكثر من سبعين منهم في مستشفى الأطفال بالعاصمة والأطباء يقدمون أسليب الوقاية من هذا المرض تواصل الاكتتاب في القصد الثالث من القرض الرقعي لتمويل خازنة الدولة وإقبال المواطنين على المشاركة في هذه البادرة مع عودة انتشار فيروس كورونا في أوروبا منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تصبح هذه القارة بؤرة مع خشية مزيد تفشي هذه الجائحة في العالم في الختام يليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر